بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ موضوعاً آخر في موضوعات الاناتومي ونستهل المحاضرة الثانية ألا وهي محاضرة البونز أو محاضرة العظام وهذه المحاضرة أيضاً هي عبارة عن محاضرة نقدمة للمادة رح نفهمك أساسيات البونز، إش هو البون، شو أنواع البون وما إلى ذلك قبل هذا كله وأنا بدي منك تعرف شغلة، إحنا في البيسيك عناتومي الأشياء اللي رح تمر معنا عبارة عن أربعة أشياء رح نتعرف عليها في جسم الإنسان، أول شي رح نتعرف على البونز، اللي هي العظام ورح نتعرف بشكل أساسي على الموسيلز، اللي هي العضلات، ورح نتعرف أيضاً على النيرفز، اللي هي الأعصاب بالإضافة إلى أنه رح نتعرف على الارتريز أو البلود فيزلز بشكل عام اللي هما عبارة عن الارتريز والفين، تمام؟ ففي هاي المحاضرة رح تكون مقدمة على البونز بشان إحنا نكون ثبتنا أول أعمدة الأناتومي اللي رح نوخذها إن شاء الله هلا البونز نفسهم رح نحكي عن أربعة موضوعات تتعلق في البونز تمام؟ شو هم الأربعة موضوعات؟ أول إشي رح نحكي أنا وياكم عن التايبز يعني شو هي أنواع البونز اللي موجودين عني في دسم الإنسان؟ رح نحكي أيضاً عن البلد سبلاي تمام؟ تبع البون ورح نحكي أيضاً عن البون مرو اللي هو نخاع العظم تمام؟ وإشي كثير 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 مهم رح نحكي عنه اللي هو البوني ماركينغز تمام؟ اللي هي عبارة عن الستركترز أو العلامات اللي بتكون على البون نفسه وهذا إشي رح نتعرف عليه لقدام إن شاء الله وطبعاً رح نحكي بداية عن الفنكشنز أوف ذا بونز تمام؟ طيب فبداية رح نحكي أول في مقدمة سريعة عن البونز والفنكشن تبعتهم بعدين رح نبلش أنا وياكم نحكي عن الأناتوميكل تايبز تمام؟ طيب فالبونز أو العظام هي السبورتينج فريمورك لجسم الإنسان يعني هي عبارة عن هي عبارة عن الهيكل اللي الإنسان بتكون منه هي عبارة عن مجموعة من العظام شو وظائف هالعظام؟ أول إشي بتعطي الجنرال شيب أوف ذا بادي أنت شكلك كإنسان بميزك عن الحيوان مش العضلات اللي عندك وإنما شكل الهيكل العظمي وتركيب العظام اللي عندك تمام؟ طيب سبورت أند كري ويت جسمك كلياته وأعضاءك كلياتها عضلاتك كلياتها محمولة على العظام تمام؟ التاشمينت أوف موسيلز أند ليجيمتز رح نأخذ أنه إياكم في العضلات أنه أي عضلة في جسم الإنسان طبعاً تحديداً لسكيليت المسلز أو العضلات هيكلية لازم تكون رابطة بعظمتين على الأقل لازم تكون رابطة بعظمتين على الأقل فالعضلات بشكل عام وإنت تتصل تتصل بالعظام هي شغلة الشغلة الثانية الليجيمت الليجيمتز هو عبارة عن وصلة بين عظمتين أنت الهيكل العظمي تبعك هو عبارة عن مجموعة من العظام مراكبة على بعض طب شو اللي ماسكها بعض؟ أربطة بسميها الليجيمتز أربطة بسميها الليجيمتز وهذا الفرق بحب أنا أبلش منه في المحاضرة اللي هو الفرق بين التندون والليجيمتز شو الفرق بينهم؟ الفرق بينهم أنه التندون هو عبارة عن الوصلة ما بين المسل والبون المسل bone connection هو عبارة عن التندون بينما الليجيمتز هو عبارة عن bone to bone connection يعني هي عبارة عن وصلة أو ربطة بتصل للعظمة بإيش بالعظمة التي تليها فهذا بسميه الليجيمتز هذا الفرق بين التندون والليجيمتز التندون الجزء اللي بربط العضلة بالعظم أما الليجيمتز الجزء اللي بربط العظم بالعظم طيب بما أنه ارتبطت عليه هاي العضلات هل هاي العضلات يرتبطت لوجه الله لا العضلات ترتبط على العظام كي تحرك العظام العضلات ترتبط على العظام كي تحرك العظام It allows different movements جسمك وحركتك كلها بتعتمد على عظامك مثلا هيك لما ايدك تنكسر ما رح تجد تحرك ايدك وان كانت عضلتك شغالة تمام طيب ايضا وظيفة العظام هي البروتكشن او الحماية كيف يعني يعني انه عندك انت الجمجمة تحمي في داخلها الدماغ تمام ويه العمود الفقري يحمي في داخل الospinal cord او الحبل الشوكي والقفص الصدري يحمي في داخل القلب والرئتين فحماية الاعضاء في داخل جسم الانسان خصوصا الاعضاء الحساسة جدا كالدماغ والحبل الشوكي والقلب والرئتين تحتاج الى عظام لان عظام جدا قوية تمام فهي من ايضا من اهم وظائف من اهم وظائف العظام أيضا Reservoir for Calcium and Phosphorus Reservoir for what? For Calcium and Phosphorus شو يعني؟ يعني العظام العظام تمام مكونة من إيش؟ مكونة بشكل أساسي من Calcium and Phosphorus تمام؟ مكونة من Calcium and Phosphorus طيب شو الفكرة يا عبد الرحمن؟ الفكرة إنه في حالات مثلا إذا كان في عندك نقص Calcium في الدم شو رح يصير في عندك؟ أو نقص Phosphorus في الدم الكالسيوم الموجود في داخل العظام رح يتجه إلى داخل أوعية دموية مشان يعوض النقص في داخل أوعية دموية طيب لو كان في عندك إنت والله لا في عندك إنت تمية كالسيوم ممتازة في الدم تعم؟ وبالعقل زائد عن الحاجة فأنت رح تخزن هذا الكالسيوم الزائد وين في داخل العظام وكذلك الأمر بالنسبة لل Phosphorus فبالتالي لما أحكي لك عبارة عن Reservoir أو عبارة عن حافظة للكالسيوم والPhosphorus بحيث أنه أنت بتخزن الكالسيوم إذا كان زيادة عندك في الجسم كالسيوم زيادة في الدم كالسيوم رأساً تروح تخزن وين في داخل العظام ولكن إذا نقص الكالسيوم في داخل الدم لا تأخذ الكالسيوم من العظام وتودي إلى داخل الدم والأوعية الدموية تمام؟ فهذه الفكرة لازم أن تضلها في بالك إنه الكالسيوم طبعاً هنا في يعني أنا الرسمة الرسمية كمية بسيطة جداً ولكن هي معقدة بشكل لا يوصف فيه كثير هرمونات فيه مثلاً هرمون الجرات الغد الدرقية وفيه هرمون الفايتامين دي وفيه هرمون الكالسيتونين وفيه أشياء كثير ستتحكم بهذه العمليات اللي أنتوا شايفينها وفيه حتى هرمون الاستروجين عند الإناث تمام؟ بيتحكم بهذه العملية فما تخلي الموضوع يعني هو الموضوع معقد بس أنا ما بدي منك أكثر من هذو الرسمتين وهذه الخطين ما بي فيدك أكثر من هيك فأنت دائماً تحجم في المادة تمام؟ ليش؟ لأنه المواد كثيرة والتوسع مش وقته الآن تمام؟ من قدام تتوسع لحالك الطب هو أصلاً بيوسعك مع الوقت المشوين طيب هلا فهي هاي الشغلة هاي الوظيفة السادسة أما الوظيفة السابعة والأخيرة اللي نحكي عنها اللي هي عبارة عن عن طريق البون مرو أو نخاع العظم وهذا إيش رح نحكي عنه لما نحكي عنه أخاع العظم بعد شوية إن شاء الله تمام؟ بس الفكرة الأساسية اللي بدي أحكي لك إياها إنه أنت عظامك من الداخل مش مجوفة تمام؟ عظامك من الداخل مش مجوفة وإنما بتحتوي على هذا الستركتر اللونه تقريباً أحمر تمام؟ هذا شو بسميه؟ هذا بسميه ريد بون مرو ريد بون مرو والريد بون مرو شو بتنفيه؟ بتنفيه تصنيع البلود سيلز البلود سيلز زي إيش؟ البلود سيلز زي الريد بلود سيلز الوايت بلود سيلز تمام؟ البلايت لتس أو صفائح الدموية هاي كلية بتم تصنيعها في نخاع العظم أو البون مرو في داخل العظم فهاي تعتبر من وظائف العظم أيضاً تمام؟ فهاي هي الوظائف الأساسية العظم نراجعها أنا وإياكم ونعيدها بشكل سريع جداً أول إشي شكلك كامل يعتمد وشكلك وقوامك يعتمد على العظام على شكل العظام support and carry weight أنت كل وزنك كل أعضاءك كل عضلاتك محمولة على العظام العضلات الهيكلية طبعاً ترتبط ارتباطاً وثيقاً بإيش؟ بالعظام وحكينا أنه التندن هو ما يربط العضلة بالعظم والليجمينت هو ما يربط العظم بالعظم وهذا الشي رح نحكي عنه كمان شوي هو مش معنى يعني مش مطلوب منك في المحاضرة ولكن رح أوريك إياه مش هنضلها راسخة هاي المعلومة في بالك تمام وأيضاً حركاتك كليتها تعتمد على العظام تمام وحكينا الحماية وحكينا ثلاثة أنثير على الحماية حكينا أنه الجمجمة تحمي الدماغ الحبل الشوكي يتم حمايته عن طريق البرتبرا الكولوم تمام اللي هو العمود الفقري والثورس الكيج اللي هو القفز الصدري يقوم بحماية الحارت اللي هو القلب والريتين وحكينا أيضاً الوظيفة السادسة هي عبارة عن تخزين الكالسيوم والفسفرس إلى حين الحاجة إليهم وحكينا الوظيفة السابعة هو احتواءه وحمايته للبون مرو في داخله الذي يقوم بتصنيع خلايا الدم الحمراء تمام تمام طيب بهيك بنكون أنا وياكم أخذنا أغلب مواضيع أغلب الفنكشن ثبون البونز فبنقدر أنا وياكم بكل عنقوية نروح مشان ندرس الاناتوميكال تايب أو ثبونز شو هي وضاء أو شو هي أنواع العظام في جسم الإنسان تمام وأنا بحب يكون عبارة عن فيجول ريبرزنتيشن طيب هلأ أول نوع من أنواع العظام في جسم الإنسان إيش هو أول نوع في نوع العظام من جسم الإنسان هو اللونغ بونز تمام هو إيش هو اللونغ بونز تمام العظام الطويلة والعظام الطويلة عادة وين رح ألاقيهم أنا رح ألاقيهم بالأبرلم وباللورلم غالبية اللونغ بونز بتكون بالأبرلم وباللورلم طيب هلأ مشان أنا أحكي عن بون أو عن عظمة عظمة طويلة أو لونغ بون شو لازم تكون أو شو لازم تكون طويلة أنا أعضي شي منطقي ثاني لازم يكون طولها أكثر من عرضها لازم يكون طولها أكثر من عرضها تمام أو أكثر من محيطها مثلا هون طبعا هاي العضلة تسمى اللي هي عضلة العضد تمام موجودة في ذراعك ذراعك يحتوي على عضلة العضد أو عظمة العضد اللي هي اللي هي بعدين في عندك بالساعد في عندك عضلتين تمام في عندك الألنة وفي عندك الريديس وهذه كلياتها عظام طويلة هذا في الأبرلم ثلاثة شو هم؟ الهيومرس تمام الريديس الألنة هلأ طبعا هاي العظام رح نخذها يعني في محاضرات مشان نفهم الهيومرس ونفهم زر ريديس ونفهم الألنة فأنت ما تغلب حالك مش وظيفتي أقول لك الآن أحفظك الهيومرس والريديس والألنة وظيفتي أقول لك أنه هذو العظام طويلة أنت رح تأخذها لبعدين ورح تفهم شو يعني عظام طويلة وتعرف شو هيومرس وريديس وشو أجزاء وشو تفاصيلها وشو العضلات اللي بتركبه هون وشو العضلات اللي بتركبه هناك وشو بفرق هاي عن هاي فعندك أنت يعني سالفة طويلة فأنت ما ترهق حالك الآن طيب فإذن في عندك أنت الأبرلم في ثلاثة عظام طويلة اللي هم الهيومرس والريديس والألنة تمام عندك عظمة الفخذ اللي أنا بسميها الفيمر تمام وفي عندك عظلتين مش موجودين هون اللي هم في عندك وحدة بتكون نفس الفور آر نفس الفور آر مع الليك تمام بتكون وحدة إلى الداخل بسميها تيبية ووحدة إلى الخارج شو بسميها بسميها ريدي عفوا بسميها فيبيولا تمام فهذهل هما العظام الطويلة الثلاث طيب هل أنا بدي أفهم أنا وياكم تمام أجزاء العظام الطويلة العظام الطويلة تمام إلها أجزاء تمام مثلا هاي كل لونقبون في الحياة كل لونقبون في الحياة إلها إيش إلها ثلاثة أجزاء شو هم في عندك أنت الطرف العلوي من العظمة والطرف السفلي من العظمة الطرف العلوي والطرف السفلي هذول شو بسميهم تمام إيه لهم اسم سميهم إبي فسس سميهم إبي فسس تمام إذن الجزء الثاني إذن أول جزء هو الأطراف للطرف العلوي أو النهاية العلوية والنهاية السفلية بما أنه علوي سوف أسميه بروكسيمال بما أنه سوفلي سوف أسميه سوف أسميه ديستال وتذكروا أنه أنا وياكم حكينا كلمة بروكسيمال تنحكي للأقرب للأورجين هذه العظمة هي بدايتها وهي نهايتها فبالتالي النهاية اللي فوق فهي البروكسيمال إنت فهي البروكسيمال إبيبيسيس والنهاية السفلية هي الديستال إنت فبالتالي هي الديستال إبيبيسيس طيب بالنسبة للجزء اللي بالنص بالنسبة للجزء اللي بالنص اللي هو ما بين التو إبيبيسيس سميه ديابيسيس طيب فهاي النقطة اللي الغزقين لازم تفهمه إذن عندي النهاية العلوية بسميها Proximal Epiphysis بعدين في عندي أنا الجزء الطويل من العظمة اللي هو بسميه Diaphysis بعدين في عندي النهاية السفلية بسميها Distal Epiphysis تمام طيب هلأ في معلومة زيادة لكم مشان أنت تفهم شو الفرق الإبي كلمة إبي معناها حوالين كلمة إبي دائما أنا أفكر فيها معناها حوالين فلما أحكي إبي فيسز معناته إبي معناته حوالين حوالين إيش حوالين الديافيسز فإن ذك حوالين الديافيسز في عندك إشي فوقي حوالين من فوق في شي عندك حوالين من تحت الإشي اللي حوالين من فوق بسميه Proximal Epiphysis Epiphysis يعني حوالين و Distal Epiphysis Epiphysis إبي يعني حوالين Distal من تحت فهو تقريبا من تحته تمام فهذه الفكرة يعني ممكن تساعدك بحفظها إنه عندك النهاية العلوية Proximal Epiphysis النهاية السفلية Distal Epiphysis وما بينهما هو الديافيس تمام طيب هل فيه شغلة إضافية لازم تكونوا عارفينها أنا وإياكم إنه العظام لا تنمو ولا تطول كيف العظام لا تنمو ولا تطول ولا يتغير حجمها ولا يتغير شكله طيب كيف ما نطولنا ولكن عظمك نفسه تمام أنت العظم اللي نولدت فيها ما كبرت أنت العظم اللي نولدت فيها تمام إجهة عظم جديد المقصد بشكل أثاسي إنه العظم كنسيد عظمي غير قادر على التكاثر مشان هيك الله سبحانه وتعالى عندما خلقنا حطلنا إشي اسمه إبيفيزيال بليت تمام إبيفيزيال بليت إبيفيزيال بليت وهذا الإبيفيزيال بليت هو عبارة عن بليت أو عبارة عن طبق غضروفي تمام ما بين الديافيسس والابروكسيما الإبيفيسس وما بين الديافيسس والديستال إبيفيسس ما بين الديافيسس والديستال إبيفيسس تمام شو وظيفت هاي الغضاريف الملودة هون حكيت لك أنا هاي المعلومة حكيت لك وقلت لك يا ابني العظام بحد ذاتها لا يتغير حجمها ولا يتغير شكلها ولا يتغير فيها شيء لأن العظم نسيج غير قادر على التكاثر فوجود الكارتلج هو الإشي اللي خلى العظم هاي قادر على التكاثر وقادر على التغير في الحجم بدي أفهمك الموضوع هون تمام اعتبر أنه أنا عندي اعتبر أنه أنا عندي أنا هاي العظمة تمام وهاي العظمة شو فيها هون فيها عندك هون إبيفيزيا البليت الإبيفيزيا البليت هو عبارة عن نسيج غضروفي بيكون ما بين الإبيفيسيس والدريافيسيس والنسيج الغضروفي هو نسيج قادر على التكاثر فشو بيصير عندك بيصير في عندك أنه هذا البليت رح يكبر بالحجم تمام أنه هذا البليت اللي رح يصير فيه أنه هذا البليت رح يكبر بالحجم تمام حجمه رح يزيد تمام رح ينمو خصوصا بعد البلوغ فبالتالي بيصير عندك شكل العظمة زي هيك تمام هيك بيصير فيه أنك شكل العظمة انت تمام لاحظ العظمة لاحظ أنه العظمة طولت يعني طولت العظمة هاي صارت أطول مقارنة بهاي مقارنة بهاي العظمة صارت أطول ولكن كمية العظم نفسها يعني كمية العظم هاد نفس العظم هاد والعظم هاد نفس العظم هاد تقريبا يعني سامحوني عن الرسم تمام ولكن اللي صار اللي تغير هو الغضروف هذا الغضروف نمى وزاد في الطول بشكل كبير طيب شو رح يصير يعني عندك هذا الغضروف نفسه هذا الغضروف نفسه بيصير له عملية تعظم يعني تمام يعني الزيادة اللي صارت في هاي الغضروف شو رح يصير لها رح تتحول لبون بيصير لها عملية تعظم تمام طب بيصير شكل العظمة زي هيك تمام بيكفي عندك شكلها من بليت زي ما هو هذا هو الإبيفيزيا البليت نفس حجم الأولاني تمام الإشي اللي رح أرسمه بالأخضر هو عظم جديد تمام نتج نتج عن تعظم الكارتلج تمام هلا هذا يحق قلياته المفروض يتاخذ في مادة الهيستولوجي في الهيستولوجي تبع العظام والتكون تبع عظام وما إلى ذلك ولكن أنا بيحب أفهمك يا لأن أنا بيحبك تمام لأنه ما بيحب تمر عليش مرور الكرام تمام فهذه الفكرة خليها في بالك كم مرة خلينا عيدها بشكل بسيط النسيج العظمي غير قادر على التكاثر تمام وغير قادر على زيادة في الحجم ولكن نسيج الغضروفي موجود فاللي بيصير أنه نسيج الغضروفي اللي موجود بين الديافيز والإبيفيزيز اللي سمناه أنا وياكم إبيفيزيال بليت تمام قادر على أنه ينمو فبنمو لما ينمو تمام العظمة نفسها بتطول الجزء الزيادة من الكارت لنتيجة نمو الكارت اللي بسيله تعظم بتحول لعظم بسيله تعظم بتحول لعظم فهذا الإشي الأخضر هو بون جديد بون عادي ولكنه ناتج عن البروليفريشن وعملية التعظم تبع هذا الإبيفيزيال بليت هاي الشيغل اللي أقول لي في بالك إذا أنت فهمتها مني فكان خير ما باك إذا أنت ما فهمتها ما تشغل حالك فيها الآن إلها وقتها إن شاء الله بتفهموا فيها بعد بس بديك تكون عارف إن هذا الإبيفيزيال بليت إن هذا الإبيفيزيال بليت هو المسؤول عن نمو العظم هذا أولا أما ثانيا فهذا الإبيفيزيال بليت مسؤول عنه تمام عادة بيكون أنشط ما يكون خلال البلوغ تمام إلا ما فيه واحد من قرائبك واحد من تمام مثلا كان عمره 13 سنة يجيته بعد سنة تلاقيه زاد طوله 20-30 سانتي صار كثير طويل ليش لأنه هو مرب مرحلة البلوغ فبالتالي طول بشكل كبير فبالتالي طول بشكل كبير تمام طيب بعدين هسه هذا الإبيفيزيال بليت إذا سكر وصار في تعظم كامل لإبيفيزيال بليت ببطل عظم يطول إذا صار في تعظم كامل إبيفيزيال بليت يعني لو صار هذا كل يته عبارة عن عظم العظم تبعك بيصير إيش ببطل يطول وهذا إيش بيصير بعد البلوغ بفترة مشان هيك اعادة الناس بعد البلوغ فترة بسيطة تمام خلص الطول اللي انت بتاخله خلال بلوغك هو الطول اللي بيظل عليه طول حياتك إلا يعني شوية مثلا شوية سنتيهات بتاخذها لحد عمره 18 سنة لما يسكر الابيفيزيال بليت ويعظم بشكل كامل وبعد ما يعظم بشكل كامل شو بيكون اسمه بيكون اسمه ابفيزيال لاين بيكون اسمه ابفيزيال لاين شو هو ابفيزيال لاين هو عبارة عن تعظم تام هو عبارة عن الآثار الإبفيزيال بليت بعد ما صار له تعظم كامل لاحظوا كيف هذا الخط العظمي هذا نتيجة تعظم الإبفيزيال بليت تمام فهذا أهم الأشياء اللي أنا وياكم لازم نكون عارفين هم عن اللونغ بونز طيب خلينا نلخص اللونغ بونز بشكل سريع نأخذ نفس أنا وياكم بشكل سريع أولا اللونغ بونز تمام هم اللينث is greater than the width وعادة أنا رح ألاقيهم على الأطراف العلوية الأطراف العلوية في عندي humerus اللي هي عظمة العدد وفي عندي radius والألنة تمام اللي هي عظمة الزند والعظمة الكعبرية في اللغة العربية عظمة الزند اللي هي بتكون radius اللي موجودة laterally وعظمة الألنة اللي هي موجودة medially باللورلم في عندي femur عظمة الفخذ وفي عندي tibia طبعا هاي هون لو تغيروها وتحطوا fibula بدالها هاي محطوطة بشكل خاطئ وإن شاء الله بتكون معدل والملف اللي بين إيداكم تمام فبتكون ايش fibula وحكينا شو هي أجزاء long bones حكينا أولا ابيفيسز هو الطرف العلوي والطرف السفلي upper and lower ends تمام طبعا أنا وياكم anatomist مش مش من عامة الشعب لا أنا وياكم نفهم anatomie لا بنحكي upper and lower شو بنحكي بنحكي proximal and distal تمام تمام epiphyses proximal and distal diaphyses طب شو الإشي اللي بين ال diaphyses وال epiphyses epiphysia plate المسؤول عن النمو تمام تمام طيب هذا بالنسبة لل long bones اللي في عندي إشي ثاني شو اسمه اسمه short bones شو هذول short bones هم عبارة عن bones بس short short bones هم نفس long bones نفسهم نفسهم بس حرفيا قصار تمام من ربس حرفيا ايش بيكونوا قصار زي مثلا عضلات الإيد عفوا عظام الإيد بسميهم metacarpal bones تمام لحظوا هون length أكبر من width length أكبر من width فسميهم ايش short bones فسميها ايش ولكن هي نفسها قصيرة فسميها short bones تمام فعادة بلاقيهم هم عظام metacarpals بالهند وعظام metatarsals بالفت وعظام metatarsals بالفت فظلت شو بسميهم بسميهم short تمام بسميهم short فلا دور ديكن metatarsals تمام هذول هم عظام metatarsals تلاحظوا كيف هذولا بيكونوا بالفت يكونوا بالقدم تمام فهذا اللي بديك تعرفوا عن short bones طيب الآن في عندي أنا مجموعة من العظام شو اسمها في عندي أنا مجموعة من العظام اسمها الفلات bones تمام flat bones هي العظام المسطحة تمام هي العظام المسطحة ما بيكون الهراند شافت وديافيسز وإبيافيسز مش عارف ايش short bones هل إلها diافيسز وميتافيسز نعم إلها هل إلها diافيسز وديافيسي short bones ما بدنا نبلش نخلط الحابل بالنابل فالتالي الفلات bones هي عبارة عن البونز اللي بتكون flat هي العظام المسطحة في جسم الإنسان مش rounded وحارتها حالة تمام طيب طيب هلأ مثلا عظام السكول كاملة عظام الجمجمة هي عبارة flat bone لحظوا انه هاي من عظام الجمجمة flat وهاي من عظام الجمجمة flat نكون نعزلها هاي تمام لاحظوا كيف من جوة فهذه بيكونوا flat هاي العظمة flat طب هاي العظمة flat طب هاي العظمة flat تمام فإذا اللي flat bones أول شي حكيناها عظام الجمجمة تمام طيب شوف في شكل ثاني اللي نعرفها اللي هي الاسكابيلا أو لوح الكتف تمام لوح الكتف أو الاسكابيلا هي عبارة أيضا عن flat bone هي عبارة عن عظمة مسطحة تمام هي عبارة عن عظمة مسطحة فإذا العظام المسطح اللي نعرفها أول شي حكينا عن ثاني شي حكينا عن اسكابيلا تمام أو اللي هي عظمة لوح الكتف اللي رأي لها محاضرة خاصة إن شاء الله مش هنشرحها وثالث هي عظمة القص أو عظمة الستيرنم وهي العظمة الأمامية في قفصك الصدري شو اسمها اسمها ستيرنم تمام شو اسمها اسمها ستيرنم تمام هاي هي لاحظوا كيف إنها مسطحة تمام flat زي ما إحنا شايفين إذن اللي flat bones اللي flat bones شو خصائصها إنها flat بس أكثر منيك نعرف نعرف تمام طيب هلا شو الأنواع أو شو الأمثلة نكون عارفينها الاسكابلة اللي هي عظمة لوح الكتف الاسكالبون تمام الاسكالبون كلياتهم بدناش نفصل فيهم والشغلة الراء الثالثة اللي هي الستيرنم والشغلة الثالثة اللي هي الستيرنم جدا مهمة مشان أنا بياكم نكون عارفينها تمام تمام فهاي أهم الأشياء بالنسبة لل flat bones هلا في عندي إشي اسمه الريجولر بون تمام في إشي عندي أنا اسمه الريجولر بون تام هي عظمة لا هي Long ولا هي Short ولا هي Systemoid أو نوميوتك زيما عند نواخذ هي عظمة لا تخضع لا تخضع تمام لأي صنف آخر من أصناف العظام هي عظمة لا تخضع لأي صنف آخر من أصناف العظام فشو بسميها بسميها الريجولر بون تمام وأهم مثال على الريجولر بون اشي هو أهم مثال على الريجولر بون هو الربرا أو فقرات العمود الفقري ألا تعرفوا إحنا في عنا عمود فقري في جسم الإنسان اللي هو بامتد من رقبتك إلى أسفل ظهرك وهذا العمود الفقري معمول من مجموعة من العظام شو بسميهم؟ بسميهم فيرتبرا معمول من مجموعة من العظام شو بسميهم؟ بسميهم فيرتبرا هاي هي فيرتبرا أو فقرة من فقرات العمود الفقري طيب لو سألتك شو نوعها؟ تحكي لي Irregular تحكي لي إيش Irregular فهاي الشغلة لازم نكون عارفينها أنا وإياكم Irregular شو يعني Irregular يعني فيرتبرا شو يعني Irregular يعني إيش؟ يعني فيرتبرا طيب هلا في عندي أنا مجموعة أيضا من العظام شو بسميهم؟ بسميهم Nomatic Bones شو يعني Nomatic Bones؟ Nomatic Bones تمام هي عبارة عن عظام تمام فيها في داخلها فتحات مليئة بالهواء أو في داخلها مجموعة من الCavities هاي الCavities مليئة بإيش؟ في داخلها مجموعة من الCavities وهي الكافيتيز مليئة بالهواء طيب مثلا بدي أوريك هاي العظم اللي هون هاي اسمها الاثمويد بون لما تفرج على الاثمويد بون وتقص الجزء العلي منها تفرج لها من جوا بتلاحظ انه في عندك ايش زي كافيتيز موجودين هون او زي حجورات وهاي الحجورات بتكون مليئة بالهواء مشان هيك بسميها نوماتيك هيك تنكدب نوماتيك نوماتيك عادة الكلمة نوم هاي related to air نوماتيك يعني air اير تمام نوماتيك يعني air تمام فكلمة هاي بس تيجي بأي محل شو معناها معناها اير مشان هيك مثلا بيحكي لك نوموثوركس رواح صدري او وجود مثلا هواء في داخل الصدر تمام فتنخذه ان شاء الله بعدين طيب فكرة نوماتيك بونس هي عبارة عن مجموعة من العظام التي تحتوي على تجاويف في داخلها وعلى حجرات في داخلها وهاي الحجرات اللي في داخلها شمالها وهاي الحجرات اللي في داخلها تحتوي على تمام وهاي الحجرات اللي في داخلها تحت بيع الهواء فالمثال المحطوط عندكم هو عظمة الماكزلة عظمة الماكزلة هاي العظمة هاي هي عظمة الماكزلة اللي هي موجودة في جزء من الوجه وسميها ماكزلة طب هلأ ممكن تسألني انت سؤال حلو انه ليش ليه انا رأى احتاج عظمة تمام ليه انا رأى احتاج عظمة في داخلها حجرات في الهواء مليانة هو من جوه الجواب هذا الإشي بحتاجه كثير في عظام الجمجمة ليش أهم سبب إلها مشان أقل الوزن الجمجمة مشان أقل الوزن الجمجمة يعني تخيل عندك أنت الطوب طوب البناء إلا مستحيل فيش حد عمره شاف طوبة يعني هو مروح المدرسة بيكون فيه مليانة على الأرض طيب الآن الطوبة هاي طوبة هاي كلياتنا بنلاحظ أنه هي مش عبارة مصبوبة هيك متوازن مستطيلات كامل أو مكعب كامل لا بتلاقي أنه فيه محل فيه أشياء فيها تمام أو فيها حجرات فاضية وهذه الحجرات فيش فيها إشي مليانة هوا طبعا ليش بيعملوها مشان ينقل الوزن الطوبة لأنه لو كانت كاملة مربعة تعمل لو كانت كاملة وبصير وزنها كثير كبير فبالتالي بصير احتماريت أن البيت يقع أكثر لأنه الطوبة اللي تحت بطل يستحمل الطوبة اللي فوق تمام فهاي هي الفكرة الأساسية فهاي العظام بدل ما تكون كلياتها عظم من جوه يكون وزنها دقيقية لا بتكون فيها أشياء من جوه تمام مليانة هوا فبالتالي بتعطيك الستركشور انت ذكية وتعطيك البروتكشن الذكية وبوزر خفيف فبالتالي انت جمجم تمام بصير كثير تقيلة وبصير وتكتوقها على أرض قلما تيمشي فهاي هي الفكرة الأساسية اللي أنا بديك تكون فاهمها تمام من النوماتيك بونز طيب فهاي هي أهم الأشياء يا أحباب هذا بالنسبة للنوماتيك بونز هلأ بصف عندي أنا آخر بون بدي أحكي عنها أنا وياكم إيش هي اللي هي السيسامويد بون تمام شو هي اللي هي السيسامويد بون تمام السيسامويد بون هي عظمة توجد ما بين كامرة السيسامويد بون هي عظمة توجد ما بين تمام هي عظمة توجد ما بين توتندونز هي عظمة توجد إيش؟ توجد ما بين توتندونز يعني تمام أهم مثال عليها إيش هي؟ اللي هي هاي العظمة تمام اللي هي صبونة الركبة أو البتلة تمام صبونة الركبة أو اللي هي البتلة لاحظوا أنه في وراها كثير لقمتز تمام مشان أزيدك من الشعر بيت طبعا نهلا هو مش موجود هون آه هي تمام لاحظوا بخلينا أقيم لك أنا من هون مشان تشوف تقدر تشوف هاي هي البون هاي هي البتلة تمام لاحظ البتلة في قدامها تندون وفي فوقيها تندون وفي وراها تندونز تمام فهالعظمة اللي بتكون ما بين التندونز عادة سنشو بيسميها تمام بسميها سيسامويد بون العظمة اللي موجودة بين التندونز هاي إيه لها يسم خاص فيها بسميها سيسامويد بون تمام شو بسميها بسميها سيسامويد بون وظيفة الأساسية سيسمويد بونز في جسم الإنسان هي منع الاحتكاك ما بين التندونز والعظم اللي تحتيه يعني أنت في عندك هون عظمة ترى تمام تمام أنت في عندك هون عظمة وفي عندك هذولة وهذا التندونز وهذا التندون تمام فهذه السيسمويد بونز رح تمنع هاي التندونز انها تحتك بالعظم اللي موجود مباشرة تحتيه تمام السيسمويد بونز خصائصها مختلفة فتقدر تستحمل الاحتكاك هذه فكرة أساسية للسيسمويد بون أهم مثال عليه لازم تكون عارفه ورح يظل طارتك طول حياتك اللي هو البتلة البتلة اللي هي صبونة الركبة البتلة اللي هي صبونة الركبة طيب هيك نكون هنا أنا وياكم الtypes فخلونا نمر عليهم بشكل سريع ومشان ننتقل للموضوع الذي يليه أو شي في عندك الlong بونز الlong بونز موجودين بالأبرلم باللورلم في عنده humorous وradius باللورلم في عنده femur وتيبيا وفيبيولا شو أنواعهم؟ النهاية العلوية proximal epiphysis النهاية السفلية distal epiphysis ما بينهم diaphysis في عندي أشياء اسم وبيبيزي البليت اللي هو عبارة عن كارتلج أو عبارة عن غضروف موجود ما بين الابiphysis والdiaphysis طيب في عندي أنا short بونز short بونز نفس اللونج بونز نفس الخصاص نفس كل شيء بدلهم إيش short بعدين في عندي flat بونز الفلات بونز ما بيكون وحكينا أمثل عليهم أهم أنثل عليهم من المسكابلة والسكال بونز والاستيرنا وفي عندي irregular بونز أهم مثل عليهم الفيرتبرة في عندي النوماتيك بونز اللي بيحتووا على air filled cavities inside زي المكزلة والإثمويد وفي عندي السيسامويد بون السيسامويد بون اللي بتكون موجودة ما بين التندون مثل البتلة اللي موجودة هون البتلة موجودة في التندون تبع العضلة هاي العضلة بسميها قوادريسيبس نحن نأخذ إن شاء الله اللي أقول ده تمام فهذا هو أهم the types of bonds اللي لازم أنوا إياكم نكونوا عارفينهم الآن بالنسبة لل blood supply of the bonds أو التروية الدموية تمام والرجاع الوريدة والفين السيرتير العظام بيعتمد بشكل أساسي بشكل أساسي على artery يخترق في داخل العظم شو بسميه بسميه nutrient artery and vein شو بسميه بسميه nutrient artery and vein وهذا nutrient artery أو vein تمام يدخل إلى داخل العظم ويتفرع في داخل العظم مشان يعطي مجموعة من التفرعات مشان يغذي ويودي nutrient ويأخذ waste product والcarbon dioxide من جميع نحية العظم تمام فإذن أول نقطة في blood supply اللي هي nutrient artery هاشغلة الشغلة الثانية تمام فيه عندي أنا اشي اسمه periosteal vessels شو ال periosteal vessels شايفين هذا هذا هو العظم تمام جميع العظام في جسمك تمام جميع العظام في جسمك مغطية بغشاء من الخارج وهذا هو الغشاء وهذا الغشاء من الخارج شو اسمه اسمه periosteum تمام وهذا ال periosteum يحتوي على أوعية دموية دقيقة مشان تودل الغذاء إلى داخل العظام شو بسميهم periosteal vessels تمام فهذه هي الفكرة الاساسية لازم تضلها في بالك اذا اول اشي بتاعدني بالتغذية nutrient artery والثاني اشي ال periosteal vessels شو هم ال periosteal vessels هم عبارة عن small vessels موجودين within the periosteum موجودين within the periosteum تمام طيب هلا فيه شغلة هون اللي هي الانستوموس around the ends of the bones أو على الابيفيسس of the bones هاي نهاية يعني مش كثير مهمة تمام بس دي اشرح لك ايها بشكل بسيط اللي فيه عندك انت العظم تمام موجود يعني بدي اشرح لك ايها انا اكثر اشي لانه اكثر اشي بتكون واضحة هي على الفي مربون الانستوموس فكرة الانستوموس هو عبارة عن ربط بين وليدين مختلفين تمام هي عبارة عن ربط بين وليدين مختلفين فلاحظ هون تمام شايفين هون هون حوالين الابر اند of the femur في عندك مجموعة من الارتريز اللي عمالها ايش اللي عمالها بترتبط مع بعض تمام اللي هو زي هذا الارتري وزي الارتري اللي فوقي هاي الارتريز عم تمام عملين وصلة مع بعض هاي الوصلات بين الشرايين شو بسميها بني اسميها الانستاموسز عادة الانستاموسز بصير حوالين العظام يعني اذا شريان يربط بشريان آخر بربط حوالين عظمة معينة تمام بيصير عندي اشي يسمو الانستاموسز الانستاموسز ممكن يغذي العظمة الانستاموسز هذا ممكن يغذي العظمة شو وظيفته وظيفته مشترحها بعدين ان شاء الله اللي هي انه اذا سكر احد الشرايين يكون في عندك طريقة اخر للتغذية عن طريق شريان آخر هاي هي فكرة الانستاموسز او وظيفة الانستاموسز ولكن هاي الانستاموسز لما تصير حوالين عظام ممكن انها تغذي ايش تغذي هاي الاعظام اكثر من هيك ما بدي احكي لها فالبلاد سبلاي باعتمد على ثلاثة اشياء اساسية الانستاموسز حوالين الانستاموسز والبيريوستيال فيزلز وإيش اشي اسمه حكيانا في عندك اشي اسمه فيزلز او اللي هو small capillaries او عيدة موية دقيقة بتكون فيه داخل هذا البيريوستيام تساهم في تغذية هذا العظم تمام هلا بنسبة للبونمرو او اللي هو نخاع العظم حكيانا عن اغلب الاشياء بدي تفهمها البونمرو او نخاع العظم هو عبارة عن المادة اللي بتملي العظم من جو العظم من جو مش كلياتها عبارة عبارة عن عظم صبة واحدة لا في عندك فراغ زي هذا الفراغ تمام زي هذا ايش الفراغ بسميه ميدولاري كابيتي مش مهم اسمه هاي الميدولاري كابيتي هي بتكون مليانة ايش بتكون مليانة نخاع عظم اشي اسمه بونمرو طيب بونمرو يعني اشي تمام بونمرو يعني اشي بملي العظم من جو البونمرو او نخاع العظم نوعه في عندك Red Bone Morrow و Yellow Bone Morrow Red Bone Morrow اللي هو اللي بيكون عبارة عن نسيج مسؤول عن صناعة اللي هي Blood Cells أو خلايا الدم وال Blood Cells أو خلايا الدم حكينا شو أنواعهم Red Blood Cell White Blood Cell Blatelet اللي هي خلايا الدم البيضاء خلايا الدم الحمراء وصفائح دموية كلها بيتم إنتاجها من إشي اسمه Red Bone Morrow هلأ مع الوقت Red Bone Morrow هذا بيبلش يتحول لدهون بيبلش تحول لفات لما الإنسان يقعد يكبر تمام بيتقل قدرته على تصنيع خلايا الدم الحمراء والبيضاء وصفائح دموية ليش لأنه Red Bone Morrow عنده بيبلش تحول ليش Yellow Bone Morrow Yellow Bone Morrow هو عبارة عن فات عبارة عن دهون تمام هي عبارة إيش عن دهون فالBone Morrow أو نوخاء العظم نوعين في عندك Red Bone Morrow في عندك Yellow Bone Morrow Red Bone Morrow اللي هو النوخاء العظم الأحمر أو المسؤول عن تصنيع تمام المسؤول عن تصنيع اللي هو كرية الدم الحمراء والبيضاء وصفائح دموية Yellow Bone Morrow هو عبارة عن Red Bone Morrow بس يكبر ويتحلل ويبطل قادر على العمل ويصير عبارة عن خلايا دهنية هذا شو بيسميه بيسمي Yellow Bone Morrow تمام إذن وآخر إشي اللي هو Cartilage والCartilage اللي هو عبارة عن Like Gel Material أو اللي هو عبارة عن الغضاريف تمام الغضاريف إلها وظائف كبيرة جدا ما رح أغوص أنوا إياكم فيها الآن ولكن الوظائف كبيرة جدا منها بتغطي العظام منها طول العظام زي ما أخذنا بال Physial Plate اللي هو عبارة عن Cartilage الآن آخر موضوع نحكي عنه في هاي المحاضرة إيش هو اللي هو عبارة عن هي عبارة عن Bone Markings شو يعني Bone Markings العظمة تمام مش عبارة عن استوانة ملسا لا إجت ولا راح لا هي عبارة عن هي عبارة عن تشكيل بتضاريس مختلفة هي عبارة عن تشكيل بتضاريس مختلفة تمام طيب شو هاي التضاريس المختلفة وشو قصدك أنت يا عبد الرحمن أنا بدي أحكي لكم تمام بشكل أساسي بشكل أساسي أنا بدي أحكي لكم إيش عن الأبرلم تمام وبدأ حاول أستخدم أكثر من عظمة مشان توضيح الأفكار اللي أنا بدي أحكي لها تمام مثلا هاي العظمة هاي العظمة اللي هي لوح الكتف في عندك إشي بارز منها بشكل خطي زي مثلا هذا الـ اللي هون هذا إشي بارز منها بشكل خطي هذا شو بسمي بسمي Linear Elevation Linear Elevation والLinear Elevation ثلاثة أنواع Linear Elevation ثلاثة أنواع ممكن يكون Spine زي مما أنا موجود عندي هون اللي موجود عندي هون قدامكم هذا Spine تمام أو عفوا عفوا ممكن يكون Line ممكن يكون Ridge ممكن يكون Crest طبعا هذا Sharp Elevation هذا Line هو عبارة عن Sharp Elevation ممكن يكون في عندك إشي اسمه Line ممكن يكون في عندك إشي اسمه Ridge ممكن يكون في إشي عندك اسمه Crest تفهمك لاحظوا مثلا هذا عبارة عن Linear Elevation تمام عبارة عن Linear Elevation تمام موجود بعظمة الأكسبت اللي هي عظمة مؤخرة الرأس اللي بيسميه وهذا Line اسمه Superior New Line حافظوا حاولوا أنكم تفهم وما تحفظوا الأمثلة هنا لأن أمثلة كثيرة رح نمر عليها أنا وياكم تمام رح نمر عليها أنا وياكم فيما بعد فإذا ممكن أي Linear Elevation يكون Line أو يكون Ridge أو يكون Crest كيف يعني Ridge Ridge يا أحباب زي مثلا 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 هون تمام مثلا في عندك هون شايفين هذا Linear Elevation اللي موجود هون وهذا Linear Elevation اللي موجود هون هذا شو اسمه اسمه Medial and Lateral Super Condular Ridge فالLinear Elevation يعني ارتفاع الخط يعني مثلا العظمة هيك ماشية تمام بعدين في عندك اشي هيك رافع تمام هذا شو بسميه هذا سميه Linear Elevation Linear Elevation ثلاثة أنواع ممكن يكون في عندك Line ممكن يكون في عندك Ridge ممكن يكون في عندك إشي اسمه Crest هلأ اللي Crest مش نفهمه أكثر أنا وياكم بدنا نضطر إيش بدنا نضطر نشوف عظمة الحوض تمام العظمة الحوض هاي شايفين Linear Elevation أو الجزء العلوي منها هذا شو بسميه بيكون Crest هذا شو بسميه بسميه Crest شو بسميه Crest إذن Linear Elevation ثلاثة أنواع بكفيه تحفظ الأسماء فقط Line Ridge Crest Line اللي هما Line وال Ridge وال Crest اللي هما Line وال Ridge وال Crest اللي هما Line وال Ridge وال Crest طيب هل ممكن يكون في عندك إشي يسمه Rounded Elevation تمام ممكن يكون في عندك إشي يسمه Rounded Elevation يعني في عندك إرتفاع تمام ولكن Rounded مش كثير Linear زي مثلا هون تمام لما يكون ارتفاع Rounded بس مش كثير Rounded شو بسميه بسميه Tupircle شو بسميه بسميه Tupircle فهاي Tupircle موجودة في عظمة Pubic Bone بسميه Pubic Tubercle تمام فهاي بسميه Pubic Tubercle تمام في عندك ما يسمه Protuberance Protuberance محل ما أنا وياكم كنا قبل شوية أنا بحاول أعطيكم الأمثلة إلى هم الأمثلة التي تكون موجودة بالسلايد طيب تمام في عندك مثلا هون في عندك شوية Rounded Elevation موجود هون ورا السكل هذا شو بسميه بسميه Oxybital Protuberance تمام ممكن يكون عبارة عن Tubericity تمام هاي كلياتها أنواع كلياتها أنواع ممكن هاي الأشياء كلياتها يعني هاي الأشياء كلياتها أنواع لل Rounded Elevation اللي هو ارتفاع خطي في العظم Rounded Elevation هو ارتفاع مدور في العظم تمام مثلا هون هاي عبارة عن Rounded Elevation وهذا تمام عبارة عن Rounded Elevation فشو بسميه بسمي Tubericity طبعا بعتبدأ المحل وعلى اسم العالم يكتشفها مش مطلوب منك تتميز أنه Tubericity ولا Meliolus ولا Pyrotubus ولا Tubercle ولا Crest ولا Red ولا لا مش مطلوب منك بسي عندك تعرف مش لما حكي لك في المحاضرة القادمة أنه أنا في عندي هون اشي اسمه Humeral Tubericity تكون عارف Tubericity منته عبارة عن Round Elevation أحكي لك أنه أنا في عندي مثلا اشي اسمه Spine أو لهذا عبارة عن Sharp Elevation تمام عبارة عن Sharp Elevation طيب فإذن Round Elevation يا Tubercle يا Protuberance يا Tubericity ممكن يكون فيه اشي اسمه Maliolus الماليولس مشان نفهم الماليولس أكثر تمام الماليولس هاي هي الماليولس تمام هلأ هاي طبة العظم اللي موجودة على قدمك من الداخل تمام اللي انت بتحسها هاي بسميها Maliolus تمام ماليولس في عندك ماليولس موجودة على التيبية وفي عندك ماليولس موجودة على الفيبيولة فإذن عندك Tubercle Protuberance Tubericity Maliolus آخر اشي Trucounter Trucounter فكرة التوكنتر تشبه لتوكنتر بس تكون كثير أكبر تمام مثلا هاي عبارة Trucounter هاي بسميها تمام طيب خلنا لخص انا وياكم شو حكينا بشكل بسيط في عندك شي اسمه Linear Elevation Linear Elevation تمام تذكروا هاي مقدمة ما حدا بتعمق بالمقدمة تمام Linear Elevation Linear Elevation ثلاثة تنوع ممكن يكون Line تمام ممكن يكون Ridge ممكن يكون Christ فأنا محكي لك Line أو حكي لك Ridge أو حكي لك Christ تمام معناته إيش معناته أنت بتحكي عن Linear Elevation طيب معناته في عندي إيش كمان أنا في عندي Rounded Elevation طيب Rounded Elevation في عندي خمسة أنواع Tuberkill وفي عندي Protuberance وفي عندي ماليولس وفي عندي Tupersity وفي عندي ماليولس تمام وفي عندي TrueCounter ما بهمني تحفظش أمثلة الآن الأمثلة رح نخذها تمام أنت من الهبل أنك تحاول تقعد وتحفظ كل شيء مع بعض هذا اسمه هبل تمام بس بديك تكون عارف الأسماء يعني أنا بحكي لك 100 تستعرف أنه أنا بحكي عن فتحة تحكي لك Round Elevation ما بهمني أكثر من هيك تمام فما بدي أفصل أنا كمان أكثر من هيك طيب الآخر شي في عندي أنا اسمه Sharp Elevation Sharp Elevation تمام زي زي Spine مثلا اللي موجود هون تمام هذا Sharp Elevation زي Spine اللي موجود ورا لوحة الكتف أو Spine تبع البرتبرا مثلا هذا اسمه Spine هذا كل يات شو اسمه هذا اسمه Spine هذا Spine وهذا Spine وهذا Spine 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 عبارة عن Sharp Elevation أو مرات Process مرات ممكن أحكي عن البروستس إنها Sharp Elevation تمام تمام فهي أهم الأشياء بالنسبة لل Sharp Elevation تمام طيب هلأ ممكن هلأ في عندي أنا إيش اسمه Articulation Ends يعني في عندي إيش اسمه إيش هو Articulation Ends طيب هون اللي هو Ends of Articulation شو يعني هلأ شو يعني Articulation كلمة Articulation بحد ذاتها يعني bone زائد bone تمام هلأ إحنا عبارة عن عدد كبير جدا إحنا عبارة عن عدد إحنا عبارة عن عدد كبير جدا من البونز تمام آه تمام آه شو اسمه bone تمام فالarticulation bone زائد bone العظم لما يرتبط بعظم تمام العظم لما يرتبط بعظم شو بسميه بسميه Articulation العظم لما يرتبط بعظم شو بسميه بسميه Articulation تمام فل fame في عندك إش اسمه أطراف larticulation في عندك إنت أطراف larticulation يعني هلأ هلأ في عندك هاي العظمة تمام وفي عندك هاي العظمة تمام هذو العظمة عاملين articulation مرتبطيني ببعض هذا الطرف اللي هون بسمي end of articulation وهذا الطرف اللي هون بسمي end of articulation اللي هو المحلات المحلات اللي برتبطوه في بعضها تمام هلأ عادة عادة ممكن يكون في عندك هد أو كوندايل أو إي بي كوندايل أو فاسد كيف يعني برضو ما بهم بس بدي بس عفضل اسم بس عفضل اسم حضرات راح نزهك من هالأشياء بس عفضل اسم لاحظ مثلا هون الهد في الهيوميرس تمام الهيوميرس الهيوميرس هون تمام بتعمل articulation مع الاسكابيلا الجزء من الهيوميرس اللي بيعمل articulation شو اسمه اسمه هيد أو في هيوميرس اسمه هيد أو في هيوميرس تمام طيب هون في عندك الهيوميرس في عندك الهيوميرس بتعمل articulation مع الراديس ومع الألن تمام ف أو مثال أفضل عليها اللي هي الفيمر تمام لاحظة الفيمر هون الفيمر بتعمل articulation مع التيبيا ومع الفيبيلا تمام الارتكوليشن الجزء من الفيمر اللي بيعمل articulation شو اسمه اسمه كندايلس اسمه ايش اسمه كندايلس تمام اسمه كندايلس تمام طيب وبرضه في عندك شي اسمه إيبي كندايل إيبي كندايل بيكون أصغر من الكندايل تمام الإيبي كندايل عادة تنستركشر بيكون فوق الكندايل زي مثلا هذا عبارة عن إيبي كندايل لا يشاهم بشكل مباشر في تمام لا يشاهم بشكل مباشر في الارتكوليشن آخر شي في عندي شي يسمى فاست الفاست هو عبارة عن جزء صغير جدا للأرتيكوليشن بيكون على العظمة يعني مثلا هذا الجزء من الفيرتبرا بسميه فاست هذا الجزء من الفيرتبرا بسميه فاست جزء صغير جدا للأرتيكوليشن هذا عادتنا بعمل الأرتيكوليشن مع الربس فلو بدي أشوفه من القرب أنا وإياكم لاحظ كيف هذا الجزء بعمل أرتيكوليشن مع الربس الربس اللي هم الريش اللي هم الجزاء القفص الصدري هذا اسمه فاست تمام فإنτε لما تسمع كوندايل أو هد أو إيبي كوندايل أو فاست معناته أنت بتحكي عن إشي بعمل أرتيكوليشن أو جزء من العظمة بعمل أرتيكوليشن لما تسمع لي line أو ridge أو Christ معناته أنت بتحكي عن linear elevation بهاي العظمة لما تسمع tubercle, protuberance, tuberosity, malleolus, trochanter بتحكي عن rounded elevation في هذه العظمة لما تسمع spine, لما تسمع process بتحكي عن sharp elevation في هذه العظمة لما تسمع head, لما تسمع condyle لما تسمع bicondyle, لما تسمع fasit فأنت بتحكي عن end of articulation أو جزء من هذه العظمة بعمل articulation لما تسمع عن notch, لما تسمع عن groove لما تسمع عن salkas, لما تسمع fuster بتحكي عن depression لما تسمع fischer, foramen, canal, mietos بتحكي عن opening تمام؟ فهذا حظر حسنا نأخذهم طيب هلأ شو اسمه هلأ في عندي أنا في عندي أنا depressions تمام؟ في عندي أنا depressions depressions اللي هو جزء بيكون فايت من العظمة تمام؟ الشي بيكون فايت من العظمة يعني مش بدل ما هو طالع نازل لتحت أول شي في عندك هون هذا اسمه notch تمام؟ هذا اسمه إيش؟ هذا اسمه notch النوتش عادة بيكون فاتح ما بيكون مسكر تمام؟ فهذا شو بسميه أنا؟ بسميه هذا greater sciatic notch ما بيهمني بيهمني تعرف أنه notch شو عن notch يعني depression تمام؟ شو عن depression؟ يعني جزء هابط من العظمة يعني شو جزء هابط من العظمة تمام؟ فإذن أول إيش في عندك notch تاني إيش يشو في عندك؟ في عندك إيش اسمه groove اللي groove بيكون زي خندق طويل اللي groove بيكون زي خندق طويل مش ذاكرين حكينا هون هاي عبارة عن humil tuberosity وهاي عبارة عن humil tuberosity طب الجزء اللي بيناتهم هذا شو اسمه؟ اسمه groove هذا اسمه groove تمام؟ تمام وآخر إيش في عندك اللي هي الفصة الفصة عادة بتكون نوعا ما rounded الفصة بتكون نوعا ما rounded depression فلاحظوا هون هذا في عندي هون rounded expression بسميه Olicranon fossa تمام؟ Olicranon fossa طبعا فإذا سمعت notch أو سمعت groove أو سمعت فصة شو بتحكي؟ بتحكي depression تمام؟ تمام طيب هلا كمان مرة إذا سمعت line أو ridge أو crest بتحكي عن linear elevation إذا سمعت tubercle protuberance tuberosity malleolus trochanter rounded elevation spine أو process sharp elevation head condyle facet articulation notch groove أو فصة depression هلا كلمة sulcus كلمة sulcus يعني هي نفسها groove عندما تسمع groove أو عندما تحكي groove أو تحكي sulcus you are talking about the same thing you are talking about the same thing تمام؟ فهي أهم الأشياء اللازم أنه إياكم نكون عاربين طيب شوفي عندي كمان أشياء آخر شي يظل عندي openings أو الفتحات تمام؟ عادة الفتحات هون بتكون موجودة؟ بتكون موجودة تمام؟ بالسكل تم تم هلا إذا كانت للفتحة طويلة تمام؟ إذا كانت للفتحة طويلة شو بسميها؟ بسميها فشر تمام؟ مثلاً مثلاً هذه الفتحة شو بسميها؟ بسميها فشر تمام؟ هاي شو بسميها؟ بسميها فشر ممكن يكون في عندك فسة أو فرمن عفواً فرمن أو كنال هاي مثلاً هاي فتحة كثير صغيرة بسميها فرمن هاي سوبرى أوربيت الفرمن في فتحة أصغر منها تحت شوي هيا بيسميها Infra Orbital Firmin ففشر أو فرمن يعني فتحة هلا ممكن يكون في عندك كنال كنال يعني فتحتين مرتبطين مع بعض كنال يعني فتحتين مرتبطين مع بعض ما رح أقدر وريكي إياهم هون لأنه مثلا في عندك إشي اسمه كارتود كنال ولكن صعب جدا أنه أنا أكون قادر أني أوريكي إياها بس رح أحاول طيب الكارتود كنال هاي بدايتها تمام اللي هي عبارة عن قناة هاي الفتحة الأولى تبعتها والفتحة الثانية تبعتها بتكون من تحت يعني مش عارفة تشوفوها ولكن هاي هي الفتحة الثانية تبعتها تمام تكون في عندك إنت اللي هو قناة بينهم فتحتين تمام لا في عندك أيضا إشي اسمه ميتس ميتس عادة عن فتحة كبيرة ميتس يعني فتحة كبيرة مثلا هاي بسميها ميتس هاي بسميها ميتس اللي هاي بسميها الأكستيرن الأكستيك ميتس أو الأكستيرن الأكستيك ميتس اللي فتحة كبيرة تمام فتحة فتحة كبيرة ما بدي ياك تدخل بتفاصيل هاي الشياء كلها مش منطق أنا أشرح لك تنبر البون مشان تفهم شو يعني ميتس تفهمها هاي كلياتها وبدو راح تجيك لقدامه وأمثلة انت الآن ابني فقط ابني معلومات تمام طيب كامرة بس خلينا أراجح ومشانين للموضوع linear elevation يعني line average أو crest rounded elevation tubercle protuberance tuberosity sharp elevation spine articulation head condyle facet depression notch opening fissure فرامين أو ميتس تمام طيب هايك نكون أنا وياكم بصول لنهاية هاي المحاضرة إن شاء الله محاضرة خفيفة عليكم وأي سؤال أي استفسار I'm more than happy to help you all ونراكم فيها المحاضرة القادمة وإلى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته